والحديث أكثر عن ملف المعتقلين تنضم إلينا في الستيديو الزميلة الصحفية السورية مهة غزال بداية أهلا وسهلا بكي مهة بداية أنت من المتابعين لخضية المعتقلين ما هي معلوماتك عن طرق إبلاغ ذوي المعتقلين بموتهم؟ يعني بالفترة الأخيرة بعد الضغوط الشديدة على نظام الأسد من أجل فتح ملف المعتقلين الذي يعتبر من أهم الملفات وأكثرها يعني الملفات حساسية واضح أنه نظام الأسد بدأ أنه يفتح ملف المعتقلين ولكن على طريقته يعني عم بيحاول أنه يستعمل أساليب التدليس ليمحي هذا الملف شوي شوي مثل ما سحب الملفات الأخرى من إيد المعارضة بهذا الصياق عم بيعمل اليوم طريقة جديدة نظام الأسد لحتى يفتح يقول أنه أوكي هدول الأشخاص المعتقلين عندي منهم من توفى ومنهم من هو مانو موجود بمعنى أنه اليوم أكثر من عائلة بتعمل أوراق رسمية لأحد المعتقلين لعائلات المعتقلين منها إخراج القيد فبتكتشف أنه المعتقل يوجد شهادة وفاة في النفوس كما شاهدنا في التقرير يعني الطريقة هي الاتصال هاتفيا بذوي المعتقل وأبلغهم أنه مات في سكتة قلبية هل هناك طرق أخرى غير هذه الطريقة؟ الأولى أنه مات في سكتة قلبية وهو الاتصال المباشر الثانية هو ممكن يبعثوا برقيات على بيوت الأهالي أو بيوت أحد الأقربة وهي حصلت في حالات عديدة أنه ممكن يبعثوا ورقة صغيرة برقية ومرفقة بعض الأحيان ببعض الأشياء الشخصية للمعتقل مثل هويته الشخصية أو أي شيء كان معه وبيسلمونه البرقية وبيكون مكتوب فيها أنه توفي في إثر أزمة قلبية أو أي مرض يعني ممكن يحصل لأي شخص عادي والطريقة الجديدة يلي هلأ كتير عم بتصير أنه فجأة أهالي المعتقلين بيكتشفوا أنه هناك شهادات وفاة موجودة بالنفوذ حقيقة لأبناء المغيبين قصريا من أكثر من خمس أو ست سنوات وهيك عم يكتشفوا الأهالي أنه أبناء اللي هنين عم ينتظرون بكل دقيقة أو كل لحظة وعم بيحاولوا يكتشفوا أو يعرفوا أي شيء عنهم هنين يعني توفوا يعني برأيك كيف النظام يبدو أنه يريد أن يغلق ملف المعتقلين يعني كيف يستطيع بهذه الطريقة يعني يبدو أنها طريقة ساذجة نوعا ما هلأ دائما النظام يستعمل طرق ساذجة ولكن المجتمع الدولي واضح أنه يريد أن يصدق هذه الطرق الساذجة هو يريد أن يقول أنا ها أنا أفتح هذا الملف وها أنا أكشف عن مصير الأشخاص الذين تعرفونهم فعل هذا الشيء النظام الأسد في الثمانينيات فعله عبر بعض الاتفاقيات البسيطة مع يعني جماعات من المعارضة وأذكر هنا جماعات الإخوة المسلمين عندما قال أنه سوف يفرج عن بعض الشخصيات وكان هناك أسماء للشخصيات وبعضها قتل يعني قبل الإفراج عنه بيوم أو يومين كما سمعنا من كثير من حكايات المعتقلين في السجون تدمر ولكن ربما الزمن الآن اختلف مها يعني الآن الزمن اختلف هناك الآن رابطة عائلات قيصر وهذه العائلات كلها فقدت أبنائها بموتن تحت التعذيب في سجون النظام وفي بيان تأسيس الرابطة قالوا أنه ضمن طريق العدالة الطويل هم يدركون أن طريق العدالة طويل بما يخص موضوع النظام ويقدمون الدعم النفسي أيضا لعائلات ممن ماتوا تحت التعذيب هذه الرابطة وأيضا أي نشاط آخر هل ممكن أن يكون له جدوى في المستقبل صديقي أنا أريد أن أقول لك النظام يعني المجتمع تغير الوقت تغير علينا نحن نحن السوريون ابناء الثورة السورية ولكن على النظام لم يتغير شيء النظام ما زال هذا النظام القمعي الأمني الدكتاتوري يتصرف بذات الطرق ويتبع ذات الأساليب الذي اتبعها خلال 40 سنة لقمع الشعوب ولكن حقيقة نحن من تغير هناك فعلا رابطة عائلات قيصر وهي نسبت للعائلات التي اكتشفت وجود مقتل أبنائها عبر صور قيصر والرابطة حسب ما تابعت وتابعنا جميعا هي مفتوحة لكل أهالي المعتقلين والمغيبين قصرا وهناك أكثر من منظمة وأكثر من جهة وهناك أشخاص يعملون من أجل أن يكون الناجون يطالبون بحقوق الضحايا نحن السوريون الناجون من المعتقلات السورية جميع السوريون من اعتقل ومن لم يعتقل هو ناجي حقيقي من المعتقلات السورية اليوم سوف يطالبون بطريق العدالة الطويل أريد أن أقول لك اسمح لي أريد أن أقول لك نعم هناك من يساوم على جميع الملفات في حقول السياسة وهناك من يساوم على جميع الملفات في حقول العسكر هناك من يساوم على قضية المعتقلين ولكن هناك أهالي وهناك أشخاص يؤمنون أن لا طريق للسلام إلا عبر تحقيق العدالة ربط عائلات قيصر وسواها وغيرها من السوريون بمعنى هل تسيطر النظام على الأرض جرائم الحرب التي ترتكبها بحق السوريين ستذهب بهكذا؟ لن تذهب جرائم النظام المرتكبة ومن أهمها ملف المعتقلين لن يذهب نحن السوريون نؤمن أن طريق السلام لن يمر إلا بالعدالة وبمحاسبة الجنات والمجرمون وعلى رأسهم نظام الأسد الزميلة الصحفية مها غزال كنت معنا في الستيديو شكرا جزيلا لك شكرا لك